حضر الفريق ركنزم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان الذي حضره فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة وكبار القادة العسكريين وكبار المسؤولين بحكومة باكستان الاسلامية وعدد من كبار الشخصيات المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة والشعب الباكستاني أشهد سمو رئيس الحرس الوطني العرض العسكرية للجيش الباكستاني والقوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة وقد عبر سموه عن عجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما يتميز به من كفاءة عالية وجهزية والسعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية للقوات البرية والجوية والبحرية وبهذه المناسبة أشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة بين البحرين وباكستان ودور جمهورية باكستان الإسلامية في دعم الأمن والاستقرار الأقليمية واكدا سموه على أن المستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون وتبادل العسكري بين الجانبين إنما تعكس جهودا ثنائية بين البلدين الصديقين السمرت لعقود طويلة من النماء والزهارة ورافق الفريق ركنس مشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى جمهورية باكستان الإسلامية وفد من كبار ضباط الحرس الوطني تلبية للدعوة الرسمية التي وجهت لسموه